طيب المسلسل العيلة دي مبارك برضو لحضرك على النجاح مؤخراً فكرة دور بقى الأب والمشاكل ومواجهة المشاكل أعتقد دي برضو كانت نقلة تانية إضافة تانية لشخصية أو لمشواره فشفتها إزاي المرحلة دي أولاً المسلسل ده أنا أحبه جداً والجميل فيه الرسادة اللي فيها زي ما حدك عارف الدورة دلوقتي بقت فيها توجيهات الأسرة المواطن فإن إحنا بنقول الهدف من المسلسل ده إن أنا مخلي في خمس أولاد وسفرت في الغربة عشرين سنة وصاحبي توفى لغاية لما رحت وطلعت فخفت يحصل ده معايا فقلت أموت في وسط أولادي تمام؟ وده حصل لناس كتيرة جداً جراننا وقريبنا وصحابنا ما فيش بيت ما تغربش فيه طب هو أنا المفروض الإنسان يخلف خمسة ويبقى أعلاقة ولاده بأبوه إن هو ما كانت سرافة أو شركة سرافة لا خلف خلف واحد خلف اتنين وقعد ربيهم كويس وجههم كويس عشان النهار لما فكر كمان إن أنا أرجع بعد العمر ده كله بقى أموته غربة علي بقى يقول لأمام هو مسافر إمتى تاني مش بتعودين على وجود القبر مش بتعودين فبرضو حتة نرجع لحتة الرضا إغضب اللي بينا كاتبهولك تمام وخلف بس بلاشت خلف خمسة أو ستة ليه؟ صح خلف واحد أو اتنين وعيش في وسطيه وعيش في وسطي بلد لأن اللي بيسافر ده حضرتك ما بيجيبش تمن شغله ده بيجيب تمن غربته أكيد فالهدف من المسلسل ده هو ده وأنا كنت في السعودية كتبا من عمره من شهرين كده وقابلت ناس كتيرة أوي وبيقولولي إحنا المسلسل أصر فينا أنا حايز أقول بقى فعلا إن الفنر سلب جد إن فكر إنه هو يرجع لإنشاف ده ممكن يحصل ده ده لو هو حتى مش شايفه فكر فيه أو بنقول لنا ناس خلوا بالكم هو ده المفروض تبقى الرسالة من فعشان كده عجبني المسلسل وكنت بمثل فيه دور القب اللي هو يعني اللي بجد بقى مش 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 أبو جلج اللي فيه الكوميديا هو ده وهو ده الحياة للشطرة وهو ده النجاح يعني الحياة بمبارك لحضرتك طبعا اللي بمبارك فيه